كبير داخل مجلس الوزراء استطاع وزير الاتصالات حصد اغلبية اصوات الوزراء لصالح اقرار تخفيض كلفة الاتصالات المستفيدون هم مستخدمون الخطوط الخلوية الثابتة والمعبأة سلفا والخطوط الارضية والانترنت وفي تفاصيل القرار كما حصلت على جزء منه الام تي في فان كلفة الخطوط الخلوية الثابتة التي تدفع شهريا رسم اشتراك بقيمة 15 دولار امريكي من دون ان تستفيد من هذا المبلغ مقابل اي خدمة باتت تحصل وفق القرار الجديد على 60 دقيقة تخابر مجانية فيما بقي سعر دقيقة الكلام هو نفسه خطوط التشريج والتي تشكل 80% من حجم الاشتراكات انخفضت كلفة الدقيقة فيها من 36 سنة الى 25 سنة ومثالا على ذلك كلفة بطاقة التشريج التي كانت تباع بـ 22 دولارا فاصل 70 سنة كانت تقدم 63 دقيقة كلام فيما اصبحت اليوم تقدم 91 دقيقة اي بزيادة 44% هذه التخفضات سيبدأ العمل بها في الاول من حزيران وسط تخوف معارضي قرار الوزير حرب من ان تكون هذه التخفضات ايجابية على المستهلك وسلبية على الخزينة يمكن ان يكون له تأثير ولو بسيط جدا على مدخول الخزينة ولكن زيادة الاستهلاك عم بتعود بشكل كتير كبير عن النقص بالمدخول وايضا شغلة تانية الحركة الاقتصادية التي تنتج عن تخفيض اسعار الاتصالات ايضا بتجي بمدخيل كتير منيحة لخزينة الدولة بشكل غير مباشر الاستخدام الاعلى يعود عن الكلفة الاقل بشكل كبير يمكن ما يعود عليها كلها طبعا بس يعود على الاقل 50-60% من الخفاض بالعائدات في الخطوط الارضية اصبح رسم التأسيس مجانيا بعدما كان 50 الف ليرة لبنانية وانخفض رسم الاشتراك الشهري من 12 الف ليرة الى 9000 ليرة لبنانية اما في قطاع الانترنت فبدل وان ميجا بسقف استهلاك 4 جيجا ب24 الف ليرة لبنانية اصبح 2 ميجا بسقف استهلاك 40 جيجا ب24 الف ليرة و2 ميجا بايت بدون سقف استهلاك وكل ميجا بايت اضافي ب2000 ليرة بدل 6000 ليرة لبنانية وفي خدمة HDSL كل 40 جيجا بايت بكلفة 225 الف ليرة لبنانية اصبحت 80 جيجا بقيمة 125 الف ليرة لبنانية ما ننسى ان الاستفادة هي من فقط بتخفيض الاسعار وايضا بالنسبة للانترنت بزيادة السعة على الانترنت طبعا اي تأثير على الخزينة منه كتير كبير بالنسبة للتأثير اللي صار بعدم قدوم السواح على لبنان واستخدامها وتفهم باللبنان على الرومينج والمكالمات الدولية اللي كانت توصل عائدات كتير كبيرة للدولة اللبنانية من خلال الاتصالات فمع عودة السواح اكيد هالشي بساعد اكتر بكتير من الخفض الصغير اللي ممكن يسير بسبب تخفيض الاسعار اذا كانت التخفيضات لن تنعكس بشكل سلبي على خزينة الدولة بحسب بعض الخبراء فلماذا بقي قرار التخفيض في الادراج الى اليوم فيما هو قادر على تخفيف ولو جزء من الاعباء على المواطنين